سلام عليكم اهلا وسهلا بكم نعمل ان شاء الله النهاردة مع بعض نوع من انواع البسكوتات الجميلة جدا طعمها جميل وشكلها رائع ورحيتها حلوة جدا ومكوناتها بسيطة موجودة عندنا كلنا هنحتاج حوالي كبتين ونص من الديق معاهم نص كباية من حليب نص كباية من السكر البودرة أو يزيد شوية نص كباية من السم ثلاث معالق من الككاو انا مقلبيهم في معلقتين من اللبن كمان هحتاج بطين وفانيليا وبيكنج بودر وهنبدأ اول حاجة مع بعض بخلط المكونات الجافة عشان تسهل معايا عملية الخليط عشان تضمني كمان توزيع البيكنج بودر في كل اجزاء دي اللي عندك انا دلوقتي حطيت معلقة صغيرة من البيكنج بودر مش هحتاج اكتر من معلقة صغيرة هقلبها كويس جدا بعد كده هحط رشة صغيرة جدا من الملح حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح كمان اللبها مع الدقيق والبيكنج بودر خلص كده هركن الخليط الجاف ده لحد ما ابدأ بمسج السوائل مع بعض هجيبولة عندي او اي انق عندك غويت كده و هتنزلي فيه بنص كباية من الصمن ممكن تستدلي الصمن بنص كباية من الزيت او نص كباية من الزبدة المادة الدهنية المتوفرة عندك هحط عليها نص كباية من السكر البودرة هقلبها كويس جدا لحد ما تضيع معالم السمن مع السكر لو حبت اضربيها بالمضرب القهرابي برضو هتديك النتيجة ممتازة او بالمضرب اليدوي اللي بيها حوالي دقيقة لدقيقتين بعد كده هنزل عليها بالبيد والبيد يستحسن يكون في درجة حرارة الغرفة يعني ما يكونش طالع من الثلاجة عشان ما يبقى وصل عجينة بتاعتك طبعا استخدمت بيد يعني لازم تستخدمي معا الفانيليا والفانيليا السهلة بتدي نتيجة حلوة عشان كده أنا استخدمت بدلها كسين من الفانيليا البودرة عشان تديني نفس الريحة بالضبط هقلب تماما لحد ما يمتازج البيد مع السكر والزبدة والسمنة اللي معاية الدني دلوقتي خليط نعم وجميل قوي هنزل عليه بالتدريج كده بنص كمية الدقيق اللي معاية يعني مش هنزل بدي كل مرة واحدة نص كمية بس في الاول واشربها من الخليط السايل بالتدريج هبدأ اضيف اللبن شوية بشوية لحد العجينة تاخد كمية اللبن المطلوبة يعني ما تحطيش المواد السايلة كلها مرة واحدة علشان تقدري تتحكمي في قوام العجينة ما تبقاش طرية منك وتحتاج تزودلها اي ديقتين انا حطيت بقية كمية ديق هقلبها كده كويس الاول هفرقها كده كلها مع بعض عشان تتشرب من البيض والسن والسكر واللبن هبدأ انزل واحدة واحدة لحد ما العجينة تلمي معاك خالص وما تبقاش اي دقيق في البولة بتاع العجين ما اتفقنا بقى ان انا بحب عجين بايدي عشان بحب ملمس العجين فلو انت حبت عجين بايدك او تلبسك وانت اللي يريح بدأت تلمي معايا العجينة جميلة قوي وما المس هنعم وراحتها رائعة هكمل عجني فيها كمان شوية لحد ما تروح التلزيق دي من ايدي خالص ما تزوديش اي حاجة هي هتلمي معاكي كميلي بس دي او ديقتين عجني فيها كمان خدي بالك بقى من الخطوة اللي هنعملها دي احنا هنقسم العجينة نصين نصين قد بعض انا هعمل نوعين من العجين انا محتاجة واحدة لون هفتح الطبقة التانية هنخلط هنحط عليها خليط الكاكاو مع اللبن ده انا محليه علشان ما يبقاش طعم العجينة دي مختلفة عن العجينة التانية وهتبدأ تضيفي بالتدريق خليط الكاكاو اللي معاكي ده لحد ما تتحول العجينة اللي معاكي للون البني تماما زي ما هنشوفها بعد كده ممكن تستبدليه بكاكاو بس وعليه مع علاقتين من الزيت لحد ما يبقى لونها بني زي ما انت شايفها بالضبط كده بقيت عجينة ملسأ خالص ونعمة وجميلة وخدت اللون اللي انا محتاجه مزبوط انا هفضيت كمية الكاكاو اللي عندي كلها لحد ما تحولت للون اللي انا عايزيه بعد كده هركينهم حوالي نص ساعة ترتاح العجينة معاكي خالص عشان تقدر يتفريديها ده شكلها بعد ما ارتاحت هناخد واحدة واحدة ونبدأ نفردها هاخد العجينة الاولى على ورقة زبدة كده ممكن تفريديها على الرخمة لكن انا هتحطها على ورقة زبدة انا دهنا ورقة الزبدة بمسحة خفيفة جدا من الزيت عشان هحتاجة شيل من عليها العجينة بعد كده فانت ممكن تروش الرش دي خفيفة او مسحة وسيطة جدا من الزيت علشان الضغط ما يخليش العجينة تلزق معاك انا فردتها بالشكل ده يعني تقريبا شكل مستطيل او مربع زي ما تطلع معاكي في النهاية احنا هلفها مع بعض فمش هتفرق كتير ده سمكها حوالي نص سنتي يعني خمسة ميلي لاربعة ميلي تقريبا العجينة التانية انا هرشلها رشة خفيفة من الدقيق على الرخمة وهفردها على الرخمة ممكن تفريد العجينتين على الرخمة او الاتنين على ورقة زبدة اللي يريحك شايف العجينة نعمة جدا وجميلة وسهلة جدا فردها يعني خدت الوقت الكافي وارتاحت معايا خلاص العجينتين تقريبا معايا كده بنفس الشكل انا معايا هنا باقي بياض بيضة عليه رشة بسيطة من الفانيليا همسح بيه وش الطبقة التانية دي ممكن لو عندك سيرب خفيف يعني اللي هو الشربات اللي بنسقي بيه الكنافة او اي حاجة حلوة عندك تمسحي مسحة خفيفة انا هستخدمها بس كمادة لازل مش اكتر مش هيبين طعمها كل اللي انا محتاجة فيها ان هي تلزقلي الطبقتين مع بعض فانا بادي هندهان خفيف خالص منها على الاطراف وفي النص عشان الطبقتين يلزقوا مع بعض تماما ويتحولوا لطبقة واحدة خدي بالك بقى انا هاخد الطبقة الاولانية اللي انا فردتها دي وهنزل على الطبقة الاولى على الطبقة التانية سوري ونحطهم على بعض حاولي تفرد الاطراف لحد الاتنين ما يبقوا نفس الشكل مستطيل او مربع مش مشكلة احنا لسه هنساوي الاطراف بالسكينة فريدي واضغطي الطبقتين فوق بعض علشان ما يفصلوش وانتي بيتليفيهم هضغط عليهم ضغطة خفيفة كده بين الشابق او بايدك اي حاجة عشان يبقوا واحدة واحدة معايا وانا بلفها خلاص انا ضمنت كده ان هما لزقوا بعد ومش هيفوكوا مني اثناء لف رول البسكوت اللي هنعمله دلوقتي سوي بقى الاطراف كده من كل الجوانب بالسكين يعني خليها شكلها مستطيل او مربع المهم يبقى شكل منتظم مش يعني بلاش يبقى الاطراف مستديرة علشان ما يبقى الشكلها صعبة معاكي اثناء اللف انا سويتها خدت معايا الشكل المستطيل ده وهبدأ لفها مع بعض بتتلف معايا بكل سهولة ما بتلزقش خالص وجميلة جدا بتتلف معاكي بكل سهولة ما تقليش وهتديك في انها شكل خرافة يعني اضغطي على الحروف كده قفليها خالص عشان ما تفتحش شكلها واضح حلو قوي هلفها مرة او اثنين جدا عشان نضمن انها قفلت تماما بعد كده هشيلها في التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة حسب الوقت اللي معاكي لفيها في ستريتش او في زبدة وحطيها في التلاجة عشان تقدر يتقطعيها ده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة نسبتها حوالي نص ساعة باي لا حد بقى معاكي سكينة قطعي البيتزا ساوي الاطراف يعني هناخد الطرف ده والطرف ده طبعا الزوائد اللي انا بقطعها دي مش هتتريمي دي ممكن تسويها لوحدها الولادي يسويها بالشكل اللي يحبوه ما فيش حاجة في العجينة دي هتتريمي خالص وهنقطعها بقى شرايح ترانشات كده بالظبط زي ما بتقطعي الخيار هقطع برضو الطرف التاني عشان العجينة هتبقى منتظمة من الجنبين كل ما سكينها معاكي تبقى هادة تقطع معاكي بشكل اسهل هقطعها كلها بنفس الطريقة وهرستها عندي ورقة صانية عليها ورقة زبدة كبيرة ده شكلها بعد ما قطعتها شكلها رائع جدا بشكل حكاية بصراحة وريحتها حلو قوي هتدخلها الفرن على مية وستين لمية وسبعين الحرارة هتقعد معاكي حوالي تلسع لحد ما تستوي تسوية البسكوت العادي طلعت معايا جميلة قوي طبعا لازم تسيبيه يبرد معاكي خالص وبعدين تقدميه بالهانا والشفة صنف جميل جربيه هيعجبك قوي واكتبيلي في التعليق وبالهانا والشفة وانتظريني في فيديو جديد وما تنسيش تشترك معنا في القناة شكرا